أهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان وحلقة جديدة وبرنامجكم الشباب على الهواء دايما شبابنا شباب مبدعي شباب متحمس كمان زي ما بنقول دايما في برنامجنا إن مش دايما نستنتظر الوظيفة أو ننتظر الفرصة تجلنا إحنا ممكن نستثمر الكثير من قدرتنا عشان نصل لفرص خارج الصندوق زي ما بتقال يمكن في البعض بيحصلوا على الشهادة وبيبتدي يعمل مشروعات ممكن ما يكون لهاش علاقة بتخصص لكن الأجمل إن أنت تستثمر كمان تخصصك في إن أنت تفكر خارج الصندوق إن أنت تعمل المشروعات أو إن أنت تعمل منتجات لم يتم ترحوها من قبل خاصة كلية سيدالة وزيوفنا النهاردة ضيوف أكاديميين من كلية سيدالة هنتكلم عن إزاي ممكن من خلال دراستهم قادروا إنهما يوفروا منتجات أمينة منتجات أمينة من الصبون من منتجات لتحمل لحماية البشرة منتجات مفياش أي حاجة مضرة طبيعية ما في المية الجميل إن هما مش عملوا ده لوحدهم العكسة هما عملوا ده من خلال كلية سيدالة جامعة عين شامس ومن خلال أيضا موافقة معامل كلية سيدالة وكلية علوم إزاي ممكن هذه المنتجات تكون أمينة إزاي كمان نشاركوا في معارض وقدموا هذه المنتجات مش للحصول على فلوس أو مادة لكن لتحفيز بقية الطلبة إن هما زي ما قلنا يفكروا خارج الصندوق ويستثمروا دراستهم إن هما يقدموا منتجات ممكن تكون لم تقدم من قبل وتكون فعلا أمينة 100% وزي ما قلنا تأهيل الشباب لفرص العمل موضوع مهم جدا إزاي ممكن تعرف مهاراتك إيه وتناميها وإزاي تشوف إيه اللي بحتاجه عشان تقتحم سوق العمل زي ما بيقولوا من خلال كورسز من خلال إن أنت تضرب نفسك على مهارات معينة ممكن تبعد عن تخصصك لكن يفضل إن أنت تستثمر تخصصك وده اللي بنقدمه النهاردة في حلقاتنا كلنا بنخاف من الأدوية كلنا بنقول إن الأدوية ممكن تقصر على الحاجة تانية بناخدها عشان إحنا محتاجينها بناخد منه الأدوية دكتور السيدلاني هو نفسه يفكر في أنه يقدم لنا منتج طبيعي 100% بعيدا عن الكاميكلز اللي احنا بنخاف منها وإحنا بناخد الأدوية حرحب الأول بيديو في معي أستاذ مساعد دكتور ماي منصور قسم السيدلانيات والسيدلة الصناعية كلية السيدلة جماعة عن شمس أهلا لدكتور ماي معنا كمان دكتور دعاء حمدي شكشك مدرس مساعد بقسم السيدلانيات وأيضا واستيدالة الصناعية بكلية السيدلة جماعة عن شمس أهلا بحراتك أهلا بي أهلا بي معنا كمان أستاذ هناء مهدي أخصائي معمل بنفس القسم السيدلانيات عن شمس أهلا بحراتك من حضرتك يعني الأول بيهنيكو على التشكيل الجميلة ذات الروايح الرائعة اللي حنا شمانها في الستوديو صحيح ومعظم الناس بيخافهم الكيميكلز بيخافهم منها على بشيتهم بيخافهم منها وهم بيخدوها بيخدوها مضطرين يا دكتور ماي تماما الأول عايزة أعرف كستتكم مع سيدلة دخلتها حب دخلتها مجموع دخلتها ليه لا أنا دخلتها حب يعني والدتي صيدلانية وهي اللي كانت حببتني فيها وإنفاي ممكن يبقى المجموع طب بس دخلي صيدل آآ آآ لأ جبت يعني جبت المجموع كله يعني فأنا طول عمي بحب أشتغل حاجة بإيدي يعني فالتركيبات الصيدلية يعني من حاجات اللي بحبها جدا جميل فده كان السبب إن أنا دخلت كلية الصيدلة والحمد لله أنا ربنا أكرمني ودخلت القسم بتاع التركيبات اللي هو قسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية هو قسم المخصوص بالتركيبات والتركيبات الأشكال الصيدلية الله جميل فإحنا الحمد لله من ساعة ما تخرجت وأنا على طول بشتغل وبحضر تركيبات سواء بقى علاجية أو تجميلية أو في عندنا اللي هو التجميل العلاجي يعني كذا نوعيا فيعني بعد ما خلصنا بقى الماجستير والدكتوراه بدأت أفكر في إن إحنا يعني أستغل المهارة اللي إحنا عندنا يعني الحمد لله القسم كله بيتمتع بيها في إن إحنا نحضر حاجات منتجات تكون طبيعية وتكون منتج مصري مية في المية أحسن من اللي إحنا بنجيبه من بره مستورد وبيبقى مليان كيميكالز وكل المنتجات عندنا طبيعية حتى ما فيش مواد حافظة كل المواد الحافظة عندنا منتجات طبيعية وإن إحنا يبقى زي يعني بداية مشروع ومنتج يبقى خارج من كلية الصيدلة وفي نفس الوقت منتج مصري عالمي إن شاء الله جنيل جداً طبعاً كان في شخص تفاعل في الموضوع خصائي معمل أستاذها نائمهتي أكيد دورك كان مهم جداً عايزة أعرف مشاركتك في هذه المنتجات كنت بتتمثل فيها والله يا دكتورة مي هي صاحبة الفكرة وبعد كده جت تعرضتها علي وبدأنا نجرب وبعد ما جربنا وبدأنا إحنا بقنا نجربها على نفسنا يعني وعلى زميلنا في القسم وما كناش بنطلع أي منطق خالص غير لما بنكون مجربين وكل يقول إن هو تمام مية في المية يعني فأنا عجبتني بصراحة الفكرة لأن إحنا كنا بنشوف إن البنات الصغيرين بيبدأوا يحطوا ميكب من هما سن صغير وتبدأ بشرتهم طبوز وبيستخدموا المنتجات اللي هي مجلط المصدر وبيبدأ بشرتهم برضو طبعاً نشارجين يجيبوا الحاجات الغالية وحتى الحاجات الغالية بتضر على بالزبط إحنا بدأنا إحنا عندنا بنات فبدأنا نعمل أول حاجات ونجرب على بناتنا على أساس إنها حاجات شخصية لنا يعني وبعد كده قلنا ليه لأ ما نعمله منتج والناس كلها تستفيد يعني جميل جداً جميل جداً إن شاء الله حلوة أوي يعني كمان دكتور دعاء حمدي حضرتك كنت مشاركة برضو في هذه الفكرة الرائعة وأنا فرحانة جداً إن دكاترة أكاديميين من كلية صيدلة عملوا منتج وبعدوا عن الكاميكالسي يعني دي حاجة رائعة دايماً دايماً لصيدلاني وبيحط كاميكالس دراستكو كلها كامسترياً لكن منتجات طبيعية قدرتوا تستثمروا ده وزي ما بيقولوا خرجتوا من الصندوق خالص عشان حاجة تفيد ناس فعلاً مشاركة حضرتك كانت بتترمثل فيها الحقيقة لما يعني شاركت مع دكتورة مي وأستاذة هناء في المشروع لمنتجات الطبيعية ده هما كانوا قريزي بدقين الفكرة من فترة وكانوا بدقوا إن هما يشتغلوا بمنتجات صابون طبيعية بدأت أدخل معاهم في فكرة التطوير بقى إن إحنا ندخل منتجات تانية بدأنا نعمل جلسات كده زي عصف زهني مع بعض إحنا التلاتة إن إحنا أين المتقبل فين وشايفين فين النقطة اللي في السوق اللي عايزة مننا إن إحنا ندخل فيها بالزرط بقينا نشوف زي ما أستاذة هنقلت أولاد الشباب اللي 17 و 18 سنة وبقينا إن هما يحطوا ميكاب لا إن هما ما يعودش يجربوا في حاجاته وفعلا بدماره بمشروع وفيها فعلا بواد حفظة وفيها كاميكيلز كلها حاجاتها تضر بشرته فإحنا قعدنا يعني بقالنا فترة في جلسات العصف زي فبالبقى الحاجات الأقل واللي مش براند بتعمل إيه أكيد بتضمر بزبط إحنا أهم حاجة في فكرة المنتج بتاعنا هي الحقيقة هي رولز معينة كده كانت حطاها دكتورة مي وإحنا فعلا ماشيين عليها إلى الآن فكرة إن لازم تكون كل خامات نفسها مصادرها كويسة وذي حاجة مهمة جدا لأننا ممكن أعمل نفس المنتج بنفس الشكل بس بخامات أقل والمصادر تكون مجهولة المصدر أو غير معروفة لكن إحنا المصادر بتاعتنا الحقيقة إن إحنا بنتخير فعلا المصدر وبنجرب أكتر ما نشوف وكمان بنسيب نعمل زي درسات سبات كده وبنسيب المنتج بتاعنا لفترة ونشوفه هيحصل له إيه لما يقعد مع العميل برضو اللي هياخده لأننا مش مهم إن أنا أديله حاجة كويسة دلوقتي لكن لما يخدها مثلا خلال شهر يحصل لها مثلا أي نوع من أنواع التدهور أو التآكل أو أي مشكلة في المنتج يعني فبنستخدم إن إحنا دراستنا الأكديمية واللي تعلمناها بقى في مجال الدواء ومستحضرات التجميل لأن الحقيقة برضو في كلية السيدالة إحنا بنتعلم مستحضرات التجميل لتك برضو دخل عن رغبة ولا مجموع لأ برضو عن رغبة لأن برضو أنا وانا في سنوية عامة كنت من أول 300 على الجمهورية فكان ما فتح لنا كل الجامعات كان فيه طلب وطلب أسنان وكل مظبوط فلأ أنا كتبتها أول رغبة وجدت يعني لأن إحنا فعلا لما بنحب الحاجة اللي إحنا بندرسها بنهتم بيها وبنطور فيها بعد كده أكيد فالحمد لله يعني أنا نفسي سعيد شاركت مع دكتورة مي أستاذة هنقف المشروع وأتمنى أن إحنا نكمل بنفس الستاندرد زي لأن فيه دلوقتي ضغوطات بقى في الخامات وكده فإحنا بنحاول نسبة طبعا على الجودة بتاعتنا لأنه ده الحاجة اللي إحنا متميزين بيها والحيان أي حد من زميلنا بيجرب المنتج بيرجع بفيد باك مهم جدا أن المنتج لأ طبيعي وفاده فعلا لأن إحنا الفكرة نحن بنعمل صابون علاجي يعني الفكرة أنه مش صابون بس رحته حلوى وشكله حلو وأشكال كمان متميزة جدا في الأشكال والألوان لكن كمان إحنا بنحط حاجات علاجية في الصابون فعندنا زي منقول ميديكيتة سوب كده أن كل صابونة لها يعني تأثير علاجي معين جميل فبدأنا نحن نفكر برضو في الجلسات اللي إحنا نعود فيها أن إحنا نقسم الصابون بتاعنا ده ونساعد حتى البناتس برائسي آه بالضبط أنهما إنتي محتاج الصابونة هل هي للترتيب هل هي لعلاج حب الشباب تصبغ آه بالضبط السابهات يعني جفاف حاجات كثيرة قوي وبدأنا بقى ناخد معنا بالضبط ومنتجات بقى طبيعية تانية بدأنا بقى ليبجلوس بدأنا نعمل ملح البحر بدأنا نعمل زبلة كاكاو يعني بدأنا ودلوقتي إحنا دخلين يعني هنعمل لاين كده إن شاء الله لمنتجات الشعر برضو بس لسه بقى في إطار التجارب يعني يلا بسرعة إن شاء الله يعني حاجات مباشرة كلها يارب الفتيات والشباب كمان يعني شباب ساعات بيهتم بباشرته ويحس إن وهو في الحلاقة وبيعور نفسه بيبعيز يعني شباب كتير بيأخذوا مننا خصوصا الصابون طبعا يعني مش المنتجات الشفائية بس بيأخذوا منتجات الصابون خصوصا الصابون العلاقي عشان حب الشباب آه مشترك يعني يعني روز اللي دكتور مي قالت عليها والماتيريال اللي هتميتي إن سيستعمليها يعني اسكري لي على سبيل المثال إيه الماتيريال اللي حاب تستعمليها طبيعية ونقليش عن كده ده يميقى للدكتور هي طبعا أهم حاجة عندنا في المنتجات أو مستحضرات التجميل هي الزيوت الطبيعية يعني ربنا حد لنا مغازية جدا طبعا زيوت فيها كل العلاجات موجودة في مصر ورخيصة كل حاجة كل حاجة وفي حاجات مخصوصة لمصر بس زي حاجات حبة البركة آه زي حبة البركة وفي اللي هو بيسموها حشيشة اللامون أو الليمون براس دي نابتة مصرية آه يعني إحنا حتى جربناها مع الطلبة آه على يعني تساقط الشعر ودت نتائج هيلة 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 آه عملنا زي مستحضر كده مع الطلبة كتاكتاج روبا يعني ودت نتائج هيلة في انبات الشعر فمصر غنية بالزيوت والنباتات اللي حتى خاصة بيها يعني مش مش للدول كلها لا حتى خاصة بمصر فهي زيوت الطبيعية دي أول حاجة تاني حاجة في حاجات زي اللي هو الهيلورانيك أسد والكوليجين وأنواع الفيتامينز كلها بيشروب أسعار غالية جدا وبيتكلموا عنه أكنه يعني زيت الحياة كما يقل البشرة تمام وهو حتى وللسن وللتجعيد كلام ده ده فعلا بيطبق ولا بيبقى فيه مبلغ طبعا هو الاستخدام يعني المستمر للحاجة وتكون المنتج طبيعي بيدي فعالية كويسة جدا يعني بس مثلا أستخدمها في حدود من ثلاث شهور لست شهور لكن بيستخدم حاجة ومرة ويبطل طبعا مش هتجيب الفعالية بتاعتها يعني وأنواع الفيتامينز المختلفة زي فيتامين إي والفيتامين بي ثري والفيتامين بي فايف كل الحاجات دي المنتجات كلها طبيعية وربنا خلي أهنف كل حاجة وموجودة ومتوفرة في مصر وهي دي اللي اعتمدنا عليها يعني في التحضير يعني جميل جدا يعني عرفت أنا حريتك شاركتي في اختيار الألوان والأشكال وكده يعني التعامل مع الأدوات في المعمل لاستخراج منتجات زي ده بياخد جهد بياخد وقت بيبقى محتاج إيه والله هو محتاج حب الأول جميل وأنا من ساعت ما اشتغلت في كلية الصيدلاء وأنا حابة الشغل ده شغل التحضيرات وأن أنا أشتغل بالأدوات والحاجات دي خلاص والواحد بقى عنده خبرة يعني فيها فما جينا نعمل الصبون اللي أنا تعلمت وكله بدأت أعمله بقى في الصبون يعني بدأت أعمل أنا شايفة كمان صور على الشاشة دي يعني تحضير المشروع صح دي كنا في معرض كنا في معرض تابع الجامعة تمام كانوا عاملين إيفنت كده في رمضان صحور وكنا رحنا عملنا طبعا الكلية لازم تشارك بحاجة يعني فروحنا شاركنا بالصبون بتاعنا جميل جدا المعرض بقى ومشاركة الكلية وموافقة زي ما أنا قلت في الأول موافقة المعامل معمل علوم ومعمل الصيدل ده أكيد بيضيف قوة على المنطقة لكن إزاي تم التعاون مع الجامعة أنتوا طبعا أكاديميين وفي الجامعة إزاي الجامعة سعادتكو يعني إيه اللي حصل عشان تصلوا لهذه المرحلة من المنتجة الحقيقة نحن وكنش يعني الموضوع ده هيوصل للنور أصلا لولا دعم من الكلية الحقيقة ابتداء من زميلنا في القسم نفسه بداية من الفكرة وبداية نحن زي ما هم قالوا نحن نجرب المنتجات عندنا رئيس قسمه متعاون وكلة للكلية العميد كل المنظومة في إدارة الكلية يعني هذا المشروح أصبح أكاديميك يعني بيخدر هو الحقيقة إحنا ده كترة في الكلية يعني أنا ودكتورة ماي إحنا الاتنين ده كترة صف جامعة في الكلية سيدالة جامعة من شمس عندنا واجب تدريسي بنعمله وبحث علمي طبعا هل الطلبة بيشاركوا معاك أو لا لسه إحنا الحقيقة برضو للكلية بدأت إنها تعمل ورش زي ووركشوبس كده للصابون للتعليم الولاد من السنة اللي فات الدكتورة ماي عملت أول ورشة وإن شاء الله عندنا 19 يوليو جاي ده ورشة تانية باشتراكات رمزية جدا للطلبة يعني من داخل كلية سيدالة أو خارجها لأن عندنا في الكلية نفسها فيه سياسة كده فكرة التعليم المستمر إن إحنا دايما بنعلم الطلبة بتوعنا كل جزيب والحقيقة إنه مستحضرات التجميل ومنها الصابون بقت عاملة زي نيوترند كده أو حاجة يعني إحنا مهمة جدا إن إحنا كل السيدالة الخارجين يبقوا محترفين فيها فبدأنا نعمل الوركشوبس زي اللي يبقى فيها كمان هنسققنا يعني بيعملوا بأيديهم عملي فاتحقت السنة اللي فاتت ولينا صور برضو للوركشوب اللي عملتها دكتورة مية السنة اللي فاتت كانت حلوة جدا ونفيدباك بتاعها برضو كان حلو فهنقررها تاني إن شاء الله عندنا واحدة التجارب البحوث المتقدمة بتعاون مع قسم السيدالانيات وسيدالة الصناعية في كل سيدالة جامعة عن شمس في إدارة تعليم المستمر عاملين الوركشوبس زي لأن دايما مهم قوي نحنا ننقل العلم وهو ده اللي احنا نتعلمني فكرة إن إحنا العلم مش إن إحنا بس نعرفه أو نحفظه أو نديل الطلبة برضو في الكتب لا فكرة إن هو يبدأ يفكر ويعمل أوتوفزا بوكس كده زي ما إحنا بنقول أفكار تانية وحتى مش لازم يعمل نفس الفكرة لكن يعمل حاجات تانية والحقيقة أنا أعتقد إن خلال السنة الأخيرة بدأنا نلاقي لما إحنا بدأنا نشارك في أول معرض كنا إحنا نشارك مثلا لوحدنا معنا مثلا جروب من الطلبة كان معرض على مستوى الجامعية الحقيقة كان فيه معرض في الكلية نفسها بيعملوا يعني اتحاد الطلبة كان بيعمل بعض المعرض داخل الكلية كان بيشوف كل المنتجات الهند ميد مثلا من الطلبة سواء مستحضرات تجميل أو حاجات تانية بتتعامل يعني فبدأنا نحس إن بقى بدأنا إحنا نتواجد في وسط الطلبة الموضوع بيبقى لطيف الوكيل الكليل شؤون التعليم والطلاب والوكلة الآخرين والعميد بيجي يحضر المعرض وبيسني على المنتجات وعلى الأفكار فبدأنا نلاقي إن فيه طلبة فعلا بدأت تتشجع وأعتقد السنة اللي فاتت كان فيه مجموعة من الطلاب في الفرق الرابعة بيصدد إن هم يعملوا شركة صغيرة كده لمستحضرات التجميلة جميل جدا يعني ورش عمل قدمت للطلبة للتدريب على أنشطة مشابهة استجابة الطلاب والطالب يقدر يعمل ده إمتى هل في آخر سنة ولا ممكن قبل كده هو يستحسن طبعا كل ما يكون تقدم في السنين بيبقى أحسن لأنه هو بيبقى عنده معرفة بكل الحاجات أخدها على مر السنين فأنا بفضل طبعا إن اللي يحضر الورش ديت بيكون اللي هم الفرقة التالتة والربعة اللي هم آخر سنة والقبل الأخيرة خلاص بيكونوا أخدوا معظم البيزيكس بتاعتهم في التركيبات الصيدلية فبيبقوا هم خلاص أنا لما بشرح لهم حاجة هم معايا فاهمني يقدروا يعملوها وفيه فعلا ناس كتير لما عملنا الورشة السنة اللي فاتت كانت الاستجابة ممتازة وفيه اللي عمل جرب في بيته للاستخدام الشخصي وفيه اللي أكتر من حد يكلمني إنه هو عايز يبتدي البراند بتاعه فكانت بصراحة تجربة ممتازة جدا وزي ما دكتور دعاء قالت احنا هنكررها السنة دي وعاوزين نعمل بولا حاجات كتير لأنه هو يعني أحسن حاجة أن الواحد يتعلم حاجة ويعلمها للآخرين حكي بس هو الطلبة فعلا عندنا يعني مميزين في صيدالة عين شمس وده بصراحة لأن كلنا بصراحة اتربينا على إيد أسادزة يعني أنا بدين بالفضل الأسادزتي اللي علموني فن التركيبات هم بصراحة يعني الحجر الأساس اللي هم علموني كل حاجة أسادزتي وزميلي يعني إحنا عندنا في القسم بصراحة يعني التعاون ممتاز جدا أي حد بيبواقف في المعمل الآخرين كله ممكن يقوله ده كذا ده كذا يعني كل واحد بيفيد الآخرين بالعلم اللي هو عنده فربنا يسهل إن شاء الله والطلبة كلهم يقدروا يعملوا حاجات منتجات مصرية مفيدة للبلد يعني ويقدروا يحصلوا على فرص عمل من خلال مشروعات ممكن يقدموها وده يعني جوهر الفكرة زي ما بيقوله طبعا كمان زي ما بنقول جوهر الفكرة فيه جوهر الصيدلة المعمل المعمل وأهميته والأدوات اللي فيها ما فيش الصيدلاني حتى منه هم في السنوية قبل ما يدخل كلية صيدلة المعمل ليه أهمية خاصة وليه سحرة خاص اللي بيعشقوا هذا المجال الطلبة بيتعاملوا إزاي مع المعمل ودورك بيبقى والله إحنا دورنا في المعمل إن إحنا نحضر لهم الحاجة مثلاً اللي هيشتغلوا بيها هم بقى بيشتغلوا إزاي في المعمل لازم يدخلوا بقى بالبلاطي وبالفوط والأدوات بتاعتهم يبقى فيه حرص لأنه فيه أدوات خطر ونبقى عاملين كمان تحذيرات كتيرة مكتوبة بقى في المعمل وإحنا كمان والمعيدين اللي بيبواقفين والتيوبس إزاي يستعملوها أيوة تكسر أكيد أه إحنا مش بنسيبها لهم كده إحنا بنسلمها لهم أهو هتديها هتسيبها لسانا ده مش بس عشان عشان هم هم سلامتهم أه وقبل ما بياخد أي حاجة بنقوله دي مثلاً ممكن تتكسر وتعورك دي ممكن وبيبقى فيه طبعاً شنطة إسعافات أولية دايماً في كل معمل وفي كل قد التحضير علشان لو حصل أي حاجة بنلحقهم على طول يعني الحمد لله أكيد برضو من خبرتك بتقدري تتميزي من الطالب ده يعني قد إيه وبيعرف يتعامل في المعمل بنقف معاهم يعني لسة مشواخت فتساعدوه هما داخلين جداد أولى وصغيرين دول بنقف معاهم وبنعرفهم بقى بيعملوا إيه ويغضوا إيه ويحطوا الحاجة مكانها فين وكده وخصوصاً لما يتعاملوا كمان مع الكيميكالز يعني أه طبعاً يعني دول الدكاترة طبعاً بيبقى عينهم في استراصهم بصراحة وهم بيشتغلوا مع سنقولة بالذات يعني هرجع لدكتور دعاء وهتكلم مع حدرتك على بقى أهمية هذا المشروع من وجهة نظرك وإيه اللي ممكن يصل لي أو يحصل عليه في المستقبل الحقيقة إحنا وخصوصاً النواة فيه وسن ده من جمع وده مهم ومن كل استعدال طبعاً إحنا أملنا كبيرة جداً في المنتجات Z وفي المشروع وإحنا بنفكر أصلاً إن إحنا يعني الحمد لله عملنا منتجات يعني بتخدم السوق المحلي بصورة جيدة جداً فكرينا دلوقتي إن إحنا ممكن إن شاء الله هنبصدد إن إحنا نسجل الشركة دي وبعد ما هنسجلها بطريقة رسمية نقدر إن إحنا نصدر لإن كمان إحنا جات لنا يعني برضو فكرة كده من حوالي يمكن أقل من شهر وكانت أستاذ هنق ممكن تكلمنا عنها فكرة إن إحنا بدأنا نعمل صابون بالمنتجات بقى إن هو يبقى شكل فرعوني نقدر إن إحنا نصدره أو نعمله زي جفت كده لإي سايح ممكن ييجي مصر بتشارك في ديزاين حدث أستاذ هنقب أتكلمي ومبقي هنقب إحنا عملنا حاجة زي كده جميلة جداً صابون هو شكل علاجي وفي نفس الوقت صابون بشكل حلو بحيث إن هو لو لو أي حد مسافر وخد لإصحابه لأن إحنا عندنا كتير قوي بيبقوا مسافرين وبيجوا أجازات وبيجوا مشاركة يعني الشكل ده حدثك وريلي الكاميرا أحلى حاجة ممكن نختم بها الحلقة أنا بشكركم جداً جداً فعلاً يعني منتجات جميلة وحلوة قوي التعاون ما بين يعني كلية صيدلة وكلية علوم وإن الأساز الأكاديمييني يشارك في كده بشكر حدثك بشكركم على وجودكم النهاردة وفي نهاية حلقتي بقول إن جميل قوي إن إحنا نجد مشروع ممكن يكون مستقبل ونستثمره لكن الأجمل إن إحنا نستثمر دراستنا في هذا المشروع أكيد ده حيبقى أفضل كتير كنا معاكو شباب على الهواء إلى اللقاء وحلقة جديدة وفريق عمل جديد